بذلت الدولة والقيادة السياسية جهوداً كبيرة في تطوير القطاع الصحي على مستوى محافظات مصر خلال السنوات الماضية وجاء ضمن تلك الجهود التطوير الصحي لمحافظة شمال سيناء والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بها ذلك لتوفير حياة كريمة لأهالي أرض الفيروس اهتمام كبير توليه الدولة والقيادة السياسية لتطوير قطاع الصح على مستوى محافظات مصر خلال السنوات الماضية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي ظل جهود الدولة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية عملت الدولة على تحسين المنشآة الصحية بمحافظة شمال سيناء وزيادة أعدادها لخدمة أهالي المحافظة منها تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش بتكلفة تصل إلى 43 مليون جنيه وتطوير مستشفى العريش العام في عام 2020 بتكلفة بلغت 156.8 مليون جنيه وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وسعيا من الدولة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء تم إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد في ديسمبر 2017 بتكلفة تصل إلى 189.9 مليون جنيه وإنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد بتكلفة تصل إلى 181.1 مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير مستشفى الشيخ زويد المركزي بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه وتم إحلال وتجديد ورفع كفاءة 11 مركزا للرعاية الصحية الأولية بتكلفة تزيد على 24 مليون جنيه لخدمة أهالي مدن وقرى المحافظة وعلى مدار السنوات الماضية سعت الدولة إلى تطوير العديد من المنشآت الصحية بشمال سيناء وشملت عمليات التطوير تحديث المباني وإنشاء أقسام مطورة لاستقبال المرضى بالإضافة إلى إنشاء أقسام علاجية وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة غرف العمليات وفي إطار اهتمام مصر بالصحة تم تخصيص العديد من الأراضي التابعة للدولة لإقامة وحدات لصحة الأسرة بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمركز الحسنة لإقامة نقطة إسعاف تخدم أهالي شمال سيناء وفي ضوء حرص الدولة على توفير الأدوية للمرضى والجرحة تم إنشاء مخزن الأدوية بالعريش بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه وإنشاء مخزن الريسة الإقليمية في يناير 2022 بتكلفة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه بهدف تخزين الأدوية في بيئة صحية سليمة وفقا للضوابط والمعايير الدولية شكرا